تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتخصيص وتسليم 4800 وحدة سكنية في كافة محافظات المملكة واصلت وزارة الإسكان عملية السحب الألكتروني على الوحدات السكنية بمشروع المدينة الشمالية والتي شارعت بها الوزارة منتصف الشهر الجاري وأفادت الوزارة بأن جراءات السحب الألكتروني لوحدات المدينة الشمالية تتم بصورة سلسة وسط استحسان المواطنين ومن دون أدنى معوقات أو تأخير وبينت الوزارة أن عملية السحب يسبقها عرض يتضمن معلومات عن المدينة الشمالية وتصميم المدينة الموصولة بعدد من المداخل الرئيسية لاستيعاب الحركة المرورية لقاطني المنطقة وزوارها مع مراعاة توفير مسارات مخصصة للمشاه والدراجات الهوائية ويحيط بالمدينة عدد من الواجهات البحرية والشواطئ العامة مع توفر محطات توقف لسيارات النقل العام بالإضافة إلى توفير محطات كهرباء رئيسية وفرعية ومحطة مياه ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي فضلا عن وجود الخدمات والمرافق الرئيسية كالجوامع ورياض الأطفال والمدارس وجامعة ومستشفى رئيسي ومراكز صحية وعيادات ومدينة رياضية تضم استاد كرة قدم بالإضافة إلى الحدائق المفتوحة